اشتركوا في القناة الابن الضال ذكر في انجيل لؤة اسحح 15 في الانجيل ده السيد المسيح ذكر تلت امثال المثل الاولاني مثل الخروف الضال والمثل التاني الدرهم المفقود والمثل التالت الابن الضال التلت امثال دولت بيتكلموا على ازاي ان حاجة تاهت او ضلت ورجعت تاني نلاقي ان التلت امثال بيمثلوا تلت مجموعات من الناس الدرهم المفقود الدرهم ده جماد يعني ضع حد اللي ضيعه لانه ليس له ارادة ليس له تفكير في حد اللي ضيعه اما الخروف الضال هو ما عندوش تفكير الخروف لكن عندو غريزة بتتحكم في قراراته وتصرفاته اما الابن الضال فده عندو عقل يستطيع ان يحكم على الامور فالدرهم المفقود بيمثل الناس اللي هما اخرون تسببوا في ضياعهم سواء بسبب سوء التربية في البيت او المجتمع اللي هما كبروا فيه او ضعف الخدمة فاخرون تسببوا في ضياعهم اما الخروف الضال يمثل مجموعة من الناس اللي هي ضاعت بسبب ان هما كانوا ينسقوا وراء شهوتهم وراء غرائزهم لم يحكموا عقلهم ولكن كانوا ماشيين وراء غرائزهم اما الابن الضال فده يمثل الناس اللي هي عندها المعرفة وعندها الادراك ولكن اخدوا قرار بان هما يتمردوا على ربنا بالرغم ان هما عندهم كل المعرفة لان ده كان ابن علشان كده نلاقي في الدرهم المفقود الامرأة ذهبت لتبحث عن الدرهم المفقود في الخروف الضال الراعي ذهب ليبحث عن الخروف الضال يبقى هنا ربنا بيقولنا لو حد ضاع بسبب الاخرين او لو حد ضاع بسبب عدم المعرفة ومجرد انصاق وراء غرائزه وشهواته ربنا بيدور عليه لغاية لما بيرجعه تاني زي ما الدرهم المفقود رجع وزي ما الخروف الضال رجع اما الانسان اللي هو بيخرج من بيت يعني من الكنيسة بكامل ارادته بكامل ارادته ربنا برضو بيدور عليه بس بطريقة تانية ايه الطريقة التانية اني ربنا ما بيشجعش الطريق الغلط اقولك اصدق لو الابن الضال ده بعد ما فقد كل امواله وبدأ يحتاج ويشتهي ان يأكل من الخرنوب اللي بتأكله الخنازير ولم يعطيه احد لو الابن الضال ابتدى اه الاب يحن عليه قولت طب بس انا هبعد له شوية اكل وهبعد له شوية فلوس عشان يعرف ان انا بحبه هل كان الابن هيرجع ما كانش هيرجع ابدا انما الاب لم يرسل له اي امكانيات مادية او اي طعام بل سابه يشعر بالاحتياج ربما من برا كده نقول ايه القسوة دي لكن الحقيقة ده نوع من انواع المحبة التي لا تشجع الخطأ وهذا الحب هو اللي خلى الابن يرجع لان لو الاب كان بعت له اي اموال او بعت له اي معنات طعام او ملابس مكانش الولد يرجع عشان كده سيد المسيح في مثل الابن الضال قال واحتاج ولم يعطيه احد كلمة ولم يعطيه احد كلمة مهمة جدا علشان لما نلاقي انسان ماشي في طريق الخطيئة وماشي في طريق غلط وهو عنده كل المعرفة ربما محتاجين هنا نوع من انواع التأديب بيسموه بالانجليزي tough love الحب اللي هو فيه احيانا شدة وحزم لان هو ده اللي هيرجع الانسان اللي بعيد عن ربنا ايضا نلاقي في التلات امثال دولة يقول ان حصل فرح لان فعلا السماء تفرح بخاطئ ان واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى التوبة فالخروف الضال الراعي فرح جدا الدرهم المفقود الامرأة بعد ما وجدت الدرهم فرحت والقاب في مثل الابن الضال قال ينبغي ان نصر ونفرح كان بيكلم الاخ الاجبر وبيقول ينبغي ان نصر ونفرح لان اخاك هذا كان ميتا في عاش وكان ضلا فوجد فالفرح نحن نفرح قلب الله وايضا نفرح قلب الكنيسة بعودتنا الى الكنيسة في حياة التوبة زي الابن الضال اما الانسان الذي يستمر في الخطية فيكون سبب حزن للكنيسة وسبب حزن لقلب الله لما نجي نتكلم على المثل بتاع الابن الضال نلاقي الاول له معنى تاريخي معنى تاريخي هنا في اب له ابنين الابن الاكبر قعد في البيت وكان مع ابوه والابن الاصغر ده خرج من البيت الى كرة بعيدة ده يرمز الى شعب باني اسرائيل الابن الاكبر والامم اللي هما الابن الاصغر وحتى في العهد الاديم يقول اسرائيل ابن البكر ولما فرعون رفض ان يخلي اسرائيل يخرج ويعبد ربنا في البرية فزي ما هو رفض ان الابن البكر يخرج لكي ما يعبد الله في البرية علشان كده جت ضربة الابكار فكل بكر في ارض مصر قتل في ليلة الفصح وعبرهم وخرجهم من ارض مصر فالابن الاكبر يمثل شعب بني اسرائيل اللي هو كان عنده الهيكل عنده الانبياء عنده الزبائح عنده الشريعة عنده الوصايا عنده النموس قاعد في البيت في البيت ابو في الكنيسة في الهيكل بيتعبد اما الابن الاصغر يمثل الامم اللي تاهد بعيد بعيد عن ربنا في نجاسات وضللات وعبادات للاصنام وخطايا كثيرة ولكن بمجيء السيد المسيح اللي حصل ان الابن الاكبر رفض ان يؤمن بسيد المسيح يعني اسرائيل رفضت المسيح اما الامم قبلت المسيح فعودة الابن الاصغر الى البيت ده يرمز الى رجوع الامم وده لما ندرس سفر الاعمال نشوف رجوع الامم كده كان اول حاجة كرنيليوس في اعمال اصح عشرة وبعد كده بولوس وبرنابة في خدمتهم ولما رجعوا في مجمع ارشاليم الاول وابتدوا يبشروا الرسل ويعرفوهم برجوع الامم ودخولهم في الايمان مين اتدايق من رجوع الامم الابن الاكبر اسرائيل ده هم قعدوا يحققوا مع بطرس ازاي عمد كرنيليوس وكل الذين معهم وبطرس قال لهم ده واحنا بنتكلم حل الروح القدس عليهم زي محل علينا بالسوية اقادر انا ان امنع الله من يستطيع انه يمنع الماء عنهم عشان يعتمدوا ويمكن دي المرة الوحيدة اللي الروح القدس حل فيها قبل المعمودية احنا كلنا عارفين ان المعمودية الاول وبعدين حلول الروح القدس الاستثناء الوحيد للقعدة دي كان فيه ايمان كرنيليوس علشان ربنا يفتح الباب للامم وان ربنا كان عارف ان اسرائيل الابن الاكبر يبقى ضد قبول الامم في الامان وينتهي المثل ان الابن الاكبر كان خارج البيت ولم يدخل الى البيت لكن طبعا في روميا 11 نعرف ان فيه بقية من اسرائيل هتخلص فانا حبيت بس اشرح المعنى التاريخي لهذا المثل ان الابن الاكبر يمثل شعب بني اسرائيل والابن الاصغر يمثل الامم قصة الابن الضال دي قصة توبة و السيد المسيح ده مثل يعني السيد المسيح هو اللي وضع هذا المثل لما تيج تفكر كده ايه ده وافع بتاع توبة الابن الضال الدفع بتاعه انه احتاج كان عايز يأكل ومالقاش اكل قال كم من اجير لابن يفضل عنهم الخبز وانا اهلك جوعا فرجع علشان انه يأكل يعني لما تفكر كده ده مش سبب قوي يعني كان السيد المسيح وهو بيقلف هذا المثل كان ممكن يعطي قصة اخرى فيها سبب اقوى من كده للتوبة ازاي مثلا داود بعد ما اخطأ ازاي بكى بكاء مر قصة بطرس بعد ما انكر المسيح خرج الى خارج وبكى بكاء مر انما السيد المسيح بالحكمة الالهية الموجودة عنده قال هذا المثل علشان يشجعنا كلنا يقول انا قبلك بس تعال وارجع حتى لو انت جاي مجرد علشان انت مش لاقي تاكل زي الابن الضال اي سبب هيرجعك للكنيسة تعال بس وارجع وانا احضاني مفتوحة ليك وانا احضاني مفتوحة ليك فهنا سيد المسيح يشجع قبول الخاطئ وده كل ده بيدينا احنا امل في قبول ربنا لينا نحن لو رجعنا ربنا ربنا هيقبلنا وبعد ما بيقبلنا بقى بينمينا في النعمة يعني ربنا بيقبلنا وبعد كده بقى بينمينا في النعمة وزي وزي ما بيقول كتاب نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصورة عينها لكي نكون مشابهين لصورة ابنهم الابن الضال البداية بتاعته يقولوا هراجع الى نفسه معناها ايه معناها ان هو وقت الخطيئة ما كانش في عقله وقت الخطيئة كان اعمى وقت الخطيئة ما كانش شايف العز اللي موجود في بيت ابوه يعني هو ما ابتداش يشعر بالنعمة اللي موجودة في بيت الاب غير لما ابتدأ يحتاج وابتدأ يشتهي ان يأكل من الخرنوب اللي بتأكله الخنازير ولم يعطيها احد هنا فقط قال كم من اجير لابي يفضل عنهم الخبز وانا اهل الجوع طيب ما انت كنت عايش في البيت ده بس هو كان اعمى كان مفكر ان برا البيت افضل ولما خرج برا البيت في الاول انبسط بالحفلات والصهر وبدت المعيشة بتاعته فيه مع الخطيئة والزواني ولكن كل ده بتدي لذة مؤقتة لذة مؤقتة وكل بعد ما ده بيضيع الانسان بيلاقي فيه فراغ داخلي وده الفراغ اللي شعر به الابن الضال وقال وقال اقوم وارجع الى ابي يبقى اذا البعد عن الخطيئة البعد عن بيت الاب اللي هي الكنيسة والبعد عن احضان الاب في حياة الخطيئة ده بيبقى الانسان اعمى لكن الانسان فقط عقله وفقط البصيرة الروحية اول خطوة ان الانسان يرجع لنفسه يرجع لنفسه ومن هنا محاسبة النفس مهمة جدا جدا ان الانسان يحاسب نفسه باستمرار الاباء قالوا اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من عداد ايام حياتك كل يوم مفروض الانسان يقعد ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ويشوف هو ايه اللي عمله وهو الحقيقة محاسبة النفس ده عمل الروح القدس في داخل الانسان زي ما المزمور يقول اختبرني يا رب انظر ان كان في طريقا رديئا واهدني طريقا ابديا بقول تعال يا رب اختبرني تعال يا رب امتحني تعال اشوف يا رب لو انا في طريق ابدي طريق خاطئ واهدني طريقا ابديا ايه خطوات التوبة الحقيقة في ستة خطوات للتوبة مهمين جدا كتير مننا يفتكر ان التوبة لو انا عايز اتوب اروح ااخد معادي مع ابونا قبل اعتراف وارروح اترف وبانا كده توبت الحقيقة الاعتراف ده ييجي في اخر خطوات التوبة انما اول خطوة في التوبة هي تحمل المسئولية يعني الابن الضال ده قال اخطأت في السماء وقدامك ده في تحمل للمسئولية ملامش الاب قال له لما انت سمعت ان انا بقى اهلك جوعا لما سمعت ان انا مش لاقي حتى الخرنوب بتاع الخنازير انت ما بعتليش اكل ليه انت ما بعتليش اموال ليه لم يلم احد الا نفسه احنا دايما لما بنحاسب انفسنا ونلاقي ضعفات عندنا على طول انا بتنرفز عشان الولاد تعبيني انا بجزب علشان بخاف من الرئيس بتاعي علشان هو صعب وقاسي دايما الخطيئة بتاعتي لها مبررات انا بعمل ده عشان فيه ده ده مش يخليك تتوب اول خطوة في التوبة انك تتحمل المسئولية كاملة دون اعذار انت بالعذر ايها الانسان نادر اوي نسمع كده زي ما قال اللص اليمين نحن بعدل جزين نادر اول واحد يسمع الجملة دي نادر اول واحد يسمع يقول انا اخطأت وليس لي اي عذر انا متحمل تماما مسئولية خطأ هي دي اول خطوة في التوبة لو انت بتلتمس اعذار لنفسك لن تستطيع ان تقدم توبة اما الخطوة التانية في التوبة هي الحزن المقدس تكلم عن الحزن المقدس ده قديس بوليس الرسول في الرسالة التانية لكرونسوس صحح سبعة يقول ان الحزن المقدس ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة لازم الانسان من جوه يكون ندمان ويكون في مشاعر حزن جوه قلبه على الخطية زي ما بنقول في الاسمة احزني يا نفسي على خطياك التي سببت لفديك الحنون هذه الانام في نوعين من الحزن في حزن مقدس وفي حزن العالم وانه عنده لاتذكرهم بوليس الرسول في كرونسوس التانية صح سبعة قال الحزن الذي بحسب العالم ينشئ موتا ده الحزن بتاع يهوزة اما الحزن الذي بحسب مشيئة الله اللي هو الحزن المقدس ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة ده زي حزن بطرس ايه الفرق بين الاثنين الحزن المقدس يخص الله وهاشرح قائل اللي قصده بالكلمة دي اما الحزن اللي حسب العالم يخص الانسان نفسه بمعنى لو جيه مثلا ولد فردا يعني تطاول على بابا وضربه بالقلم ممكن الولد ده يحزن لسبب من سببين ممكن يحزن يقول ازاي انا عملت كده ازاي انا لم التزم بقواعد التربية انا الشماس انا الخادم في الكنيسة انا لمفروض اكون مثال للخلق كل كلام ده بيدور حوالين مين حوال انا ازاي انا عملت واعت في الخطيئة دي انما واحد تاني يقول انا حزن جدا لان جرحت مشاعر والدي انا حزن جدا لان انا اسأت الى والدي يطر هو شاعر بايه بعد ما اكبر وبعد ما رب وبعد ما هو اهتم بيا اجي انا اتطاول عليه فهنا كل المشاعر لا تدور حوالين هو انما تدور حوالين الاخر هكذا في التوبة الحزن المقدس زي ما الاسم بتقول احزاني يا نفس على خطياك التي سببت لفديك الحنون هذه الالام فالحزن هنا بيدور اننا جرحت مشاعر ربنا زي ما في التوبة فيها فرح في السماء هكذا في الخطيئة يكون هناك حزن في السماء حزن في قلب الله انا افتكر لقداسة البابا الشنودة في مجلة الكرازة عندما انحرف احد الاشخاص ايمانيا في الصفحة الاولى كتب مقالة انا حزين عليك يا ابني انا حزين عليك يا ابني هكذا الانسان لما بيغلط بيحزن قلب ربنا اما الحزن الذي بحسب العالم يهوزا ممكن يكون فاكر ازاي ازاي انا واحد من الاثناشر وبيعت المسيح ازاي انا واحد من الاثناشر وسلمت المسيح انا بعد ما اخدت الارسلية وشفت مرضى واخرقت شياطين وربما اقمت اموات انا اعف الخطيئة ديا فده بيدور حوالين الزات مش حوالين الاخر فالحزن المقدس الحزن الذي بحسب العالم ينشئ موتن اما الخطوة التالتة هو التصميم على عدم العودة للخطيئة مهما كان التمن مهما كان التمن اقصد ايه مهما كان التمن بوليس الرسول في عبرانين يقول لم تقاوم بعد ضد الخطيئة حتى الدم لم تجاهده بعد ضد الخطيئة حتى الدم يعني بوليس الرسول عايزنا ان احنا نجاهد طبعا بيرشاد الروح القدس حتى الدم حتى سفك الدم ضد الخطيئة وشفنا في تاريخ الكنيسة ازاي قدسات علشان لا يفسدوا عفته هن قبلوا ان هما يستشهدوا ولا ان هما يفسدوا العفة بتاعته يوسف الصديق في كتاب المقدس قبل ان يدخل السجن ولا ان هو يفسد العفة بتاعته لم تقاوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة لم تقاوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة التصميم انما احنا بيبقى لوحد رايح يعترف وهو في باله او مخطط لخطايا بعد الاعتراف توبة ايه دي او الواحد يعني يقولك اه انا هحاول هحاول ابطل الشتيمة هحاول ابطل الكذب يعني ايه هحاول ده انت مفروض تقول ده انا س اجاهد حتى الدم ضد الخطيئة بنعمة ربنا بنعمة ربنا يسندني ويديني القوة ان انا اجاهد لا يوجد توبة من غير هذا التصميم القلبي ان انا يا رب الشيطان مش هيوقعني تاني بنعمتك وبقوتك وبمعونتك انا مش اعف الخطيئة دي تاني حتى لو سفكت دمي مش اعف الخطيئة دي تاني نقطة الرابعة في حياة التوبة هو تصحيح نتائج الخطيئة يعني مثلا نشوف زكة زكة لما تاب قال ربنا نص اموالي للفقر المساكين وان كنت وشيت باحد ارد اربعة اضعاف علشان اكون فعلا امين في توبتي لابد ان انا اصحح نتائج الخطيئة لو كذبت على واحد اروح اقول له الحقيقة لو اخدت مال مش بتاعي او ما كنت امين ارد هذا المال فلابد من تصحيح نتائج الخطيئة ودي فيها نوع من انواع تحمل المسئولية يعني انا النقطة الاولى قلت ان الواحد يتحمل المسئولية فيتحمل المسئولية ان انا اصحح نتائج الخطيئة او ان يعني اللص اليمين بعد ما في الاول ابتدى مع اللص الشمال كان يعني يتكلمه ضد السيد المسيح لكن لما نعمة روح وقل اسلام استقلبه وقال اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك قال هذه العبارة نحن بعدل انجوزين وهو بيبكت اللص الشمال فهنا تحمل النتيجة يعني قال له انت بتتزمر على الصليب ليه ما احنا عارفين احنا الاتنين كنا حرامية واحنا الاتنين نستاهل الصليب ده هما ما ظلموناش ما ظلموناش احنا احنا كتير لما نمر بتقديب سواء تقديب من الله او تقديب من الكنيسة او لو تقديب من الوالدين نتزمر ونرفض التقديب بولس رسول في رسالة عبرانيين يقول ان علامة انك انت ابن ان الاب يؤدبك اي ابن لا يؤدبه ابو فان كنتم لا تقبلون التقديب فانتم نغول لا بنون علامة ان انا متحمل المسئولية ان انا اقبل التقديب الذي يقع علي وان انا اصحح نتيجة الخطيئة لكن لو رفضت ان انا اقبل التقديب او اخدت التقديب وانا متذمر او لم اصحح نتيجة الخطيئة يبقى ما فيش توبة كاملة النقطة السادسة في التوبة هي الرجاء والثقة في قبول الله وبرضو ده فرق ما بين بطرس ويهوزة يهوزة ما كانش عنده امل ان ربنا ممكن يقبله انما بطرس كان عنده ثقة في قبول الله له علشان كده بطرس ما رحش وشانق نفسه زي يهوزة ايضا هذا الابن الابن الضال كان عنده ثقة انه لما هيرجع لبيت الاب الاب مش هيترده بل هياخده بالاحضان وده فعلا اللي حصل ان الاب استقبله واخده وربنا قال لنا كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا الشيطان دايما بيحاول يشككني في قبول الله الشيطان بعد معه في الخطيئة يقول لي ربنا مش بيحبك ربنا مش يقبلك انت خلاص انت كده هتهلك ليه بيدخل كل الافكار دي ينفي علشان مش عايزني اتوب مش عايزني ارجع لربنا ومن هنا الشيطان بيشكك في بيشككني في محبة ربنا ولما يشككني في محبة ربنا يخليني الانسان يكسل في التوبة بتاعته من الوعود الجميلة اللي بنصليها كل يوم في صلات نص الليل لا تخف لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت يعني حاجة تفرح قلب ربنا ان يدينا الملكوت لانه لا يشأ موت الخاطي مثل ان رجاء تاني مهما كانت خطي مهما كانت خطي ربنا مستعد ان هو يقبلك ويغفر لك كل خطي بعد الخائل ست نقاط دولت اللي هو تحمل المسئولية الكاملة الندم والحزن المقدس الاسرار على عدم العودة الى الخطي مرة اخرى تصحيح نتائج الخطي الرجاء في قبول الله بعد النقطة دولت يجي نقطة بقى سر الاعتراف ان انا اروح امام الاب الكاهن باعترف لله بس في وجود الاب الكاهن لان زي ما بقول رسول قال فليحسبنا الانسان كوكلاء صرائر الله الله يعلن لنا المخفرة عن طريق فم الاب الكاهن المخفرة هي من الله لانه لا يستطيع احد ان يغفر الخطيئة الا الله وحده فالمخفرة هي من الله وزي ما بيقول الاب كان في التحليل فليكن عبيدك محاللين من فمي بروحك القدوس فالحل بردو بردو في خشوع وينصر في الانسان وتيجي الخطوة السبعة الاخيرة اللي هو التناول من الأسرار المقدسة اللي بيها الانسان بينال المغفرة زي ما بنقول في القدس يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منهم يبقى هما دولت عشان التوبة تبقى كاملة هما دولت النقط الاول حاجة تحمل المسئولية الحاجة التانية الحزن المقدس الحاجة التالتة الاسرار على عدم العودة للخطيئة الحاجة الرابعة تصيح نتائج الخطيئة وتقبل التأديب الحاجة الخامسة الرجاء في قبول الله لها الحاجة السادسة الاعتراف والحاجة السابعة التناول من الأسرار المقدسة آخر نقطة أقولها الاسبوع الماضي كان التجربة والشيطان بيجربنا باستمرار وجرب السيد المسيح والتجربة دي تلت حاجات يا محبة المال يا محبة اللزة يا محبة الذات المال لما قاله أوريك ممالك العالم كله اللزة لما قاله حول الحجرة الخبز والذات لما قاله ارمي نفسك في الهيكل نلاقي النهاردة تطبيق بقى على التجربة في قصة الابن الضال نلاقي الابن الأصغر اتحارب بحكتين باللذة وأيضا بالمال والابن الأكبر اتحارب بايه بالذات والكبرياء الاتنين كانوا موجودين في البيت في الكنيسة يعني الشيطان بيحاربنا كلنا بيحارب بعضنا بالمال محبة المال بعضنا بمحبة اللذة بعضنا بالكبرياء نلاقي الابن الضال تاب الابن الأكبر ما تابش التوبة من أي خطية أسهل من التوبة من خطية الذات والبر الذاتي زي الابن الأكبر فنحترس جميعا من هذه الخطية ونسلك بتواضع لكي ما يكون لنا التوبة الحقيقية لما أبو مقار لقى في خاخ في خاخ في خاخ في البرية قال له يا رب من يخلص قال له المتواضعون فالتواضع أيضا مهم جدا في التوبة كنيسة النهاردة وضعت لنا قصة الابن الضال علشان تحثنا ونحن في الأسبوع الثالث من الصوم الكبير نحن نسلك في مسيرة التوبة علشان نيجي في الحد السادس آخر حد في الصوم الكبير نقول مع المولود أعمى كنت أعمى والآن أبصر ربنا يقبل توبتنا جميعا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة